من جديد عودنا لحضراتكم بنتكلم معاكم عن الثبات على الطاعة وما أصعب أنك تبقى ثابت على طاعة ربنا وسط مغريات الحياة الكتيرة جدا فضلت الشيخ حافظ عبدالحليم معانا رسو بنتكلم مع حضرتك أهلا بيك بنتكلم عن الثبات في الطاعة وكلمنا كمان عن القليل الدائم يعني ساعات الواحد يقول أنا هعمل طاعات بس يعني يقول طب القليل ده لو أنا دومت عليه بقى أفضل منه أنا معاملش حاجة خالص ولا إيه وكنا بنتكلم عن مشروع وقف النخيل وشوفنا قد إيه أهلينا اللي بيروحوا هناك بيبقوا مستمتعين جدا حضرتك قلت كمان دي حقيقة بقى مستمتع جدا بغرس النخل وإنه هيداوم وإنه هيداوم والفسيلة وإنه حسس إن ده حاجة بقيالي بقى عند ربنا سبحانه وتعالى وأنا بقول لحضرك إن فيه ناس بيقولوا إحنا كأننا لقينا القية عارفة لإيه ما نجد نعرفها كده في اللغة العربية اللي هو مال كتير مالوش صاحب فهما بيقولوا إحنا لقينا لإيه إحنا حسنا إن إحنا لقينا لإيه بمجرد معرفتنا بوقف النخيل ده لإنه بالنسبة لناس كتير جدا المبلغ قد يكون زهيد وبالنسبة لناس المبلغ ممكن يكون كبير فلتنين لتنين بيجهدوا أولا اللي بيبنسبة له المبلغ وليل نواي تسق النخيل بخمس تلاف جنيه فبتلاقيه بدل ما يشترك بنخلة واحدة فلا بيحط لنفسه عشر نخلات يعني إحنا مثلا معنا الناس بتتبرع بفدان كامل فدان كامل هو ليه هو والأسرته وبيضع فيه النواية الطيبة زي ما وعايز وفيه ناس تانية بيحط الإرش على الإرش عشان خطر يحط نخلة واحدة بس وفسيلة واحدة بس فلتنين دول عند ربنا سبحانه وتعالى كلهم بجهده عشان كده ربنا يقول والذين جاهدوا فينا المجاهدة في الثبات على الطاعة وفي أنك أنت تطوع نفسك أنك أنت تبذل وتعطي إذا كان معاك فبتعطي بالقدر اللي معاك وإذا كان ما معاكش بتحاول أنك أنت تكتهد علشان خطر يكون ليك نصيب يكون ليك سامة في هذا المجال فالتنين دول لما يتقابلوا عند ربنا سبحانه وتعالى والإنسان يلقى هذا الأجر عند الله سبحانه وتعالى ويتخيل كده مجرد تخيل يعني أي حد بيسمعنا دلوقتي وبيشوفنا بمجرد ما أبدأ أتخيل أن النخلة دي لما تكبر وتطلع البلح وتفضل مستديمة كده وتطلع وتولد كمان فسائل تانية والفسائل تنتشر والفسائل تطلع فسائل فهي ذرية زي ما بقول كده ذرية في الخير بعضها من بعض الفسائلة الأولى اللي غرسها صاحب النية الطيبة بتبان في الفسائل التانية النية الحسنة اللي حطها فيه فتلاقي أن الأرض بتنتفع بكل كبير وصغير حتى أن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا ده يقول ما من مسلم يغرسه غرسة أو يزرع زرعا أنت دفعت أنت اشتريت قطعة الأرض واشتريت شبكة الري واشتريت الرعاية بتاعتها لحد لما تنتج واشتريت الانتاج كمان كل ده اشتريته بمجرد تصديقك بأن الله سبحانه وتعالى هيخلف عليك ما من مسلم يغرسه غرسة أو يزرع زرعا فيأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة إلا كان له به صدقة فمجرد استحضار المعنى ده واستحضار كل المعاني الكبيرة دي يخلي الواحد يجاهد نفسه على إنه هو يكون لي سهب في هذا الأمر وهو أيضا ببسء الصدقات من الأبواب ومن العناصر المهمة جدا في تثبيت الإنسان على الطاعة يعني لأنه أكيد لها تأثير كمان عليه وفأنت لما بتشوف التأثير بتثبت يا فندم إنت لما حدي ينتفع من وراء الصدقة التي تصدقت بها دي وراء الوقف ده مش هيديعي لك طبعا طب لما يديعي لك ويقول روح يا ابني ربنا يرضى عنك روح يا بنتي ربنا يخلف عليك روح يا روح يلي تبرعت روح يلي كنت سبب في إن أنا حكت تقضى بسبب الصدقة بتاعتك إن ربنا سبحانه وتعالى يفتح لك من أبواب الخير أبواب الخير إن ربنا سبحانه وتعالى يثبتك على الطاعة الله سبحانه وتعالى يقول في القرآن هل جزاو الإحسان إلا الإحسان إذا كان إنسان بيحسن إلى خلق الله سبحانه وتعالى أليس الله سبحانه وتعالى أكرم من خلقه أليس الله سبحانه وتعالى أكرم من خلقه نعم نحن بنشوف دلوقتي مثلا زوج وزوجته وأخ وأخته وأسرة كملة أسعدوا بعض على الطاعه في مشروع وقفة ودائما بيقال شيخ حافظ إنه الثبات للصادقين أيه فالإنسان إذا كان صادق إنه ربنا إن شاء الله بإذن الله هي يعني جواني صدقة لله إنه كل العمل ده الخير لله رب العالمين والصدق ده محدش بيتطالع عليه غير ربنا صح فبس طول الوقت إحنا يا رب نكون من الصادقين وكمان حضرك لو بصيت كده في الحديث القدسي هتلاقي إن ربنا سبحانه وتعالى لما بيقول إن وما تقرب إلي عبدي بشين أحب إلي مما افترضته عليه فبيقول وما زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل يعني يداوم على القرب مني والحرص على المدوام على أنه يتقرب مني قال إيه فيهم وبالنوافل إيه النوافل دي؟ الصلاة السنن الراتبة بتاعتها نوافل ده اللي ربنا افترضوا علينا الصلاة والصيام والزكاة والحج صح؟ ده اللي ربنا افترضوا علينا لما ربنا سبحانه وتعالى افترض الصلاة فجعل النافلة بتاعتها لإيه؟ السنن الراتبة ولما افترض علينا الحج جعل النافلة بتاعته العمرة ولما افترض علينا الزكاة إيه النافلة بتاعت الزكاة؟ الصدقات فالصدقات باب من أبواب ثبات الإنسان على الطاعة والسير بخطة ثابتة إلى الله سبحانه وتعالى حتى يلقى الله سبحانه وتعالى فيعني إيه؟ بيها حلاوة كده بتبقى في القلب كنت لسه أقول له حضرتك هنيا لك هنيا لك يالي ربنا سبحانه وتعالى وفقك وفتح قلبك وشرح صدرك لمشروع زي ده وكنت من المساهمين فيه والناس القائمين عليه برعايته وبالماكن تتدل غيرك وترشي غيرك عليه وانا عايزة أقول لحضرتك احنا العشر فدادين اللي خلصوا والخمسمائة فدان اللي خلصوا كل واحد كليسة فيهم من الأول مرة حريص ان هو يشترك في المرة الثانية والمرة الثالثة حريص ان يشترك في المرة الثالثة والمرة الثالثة حريص ان يشترك معنا في المرة الرابعة وكل واحد من دول بيدل غيره على الخير والناس بقت سفيرة لمشروع وقف النخيل أكتر مننا يعني احنا أنا النهاردة بتكلم بكل حماس لإني أعاوز ان ربنا سبحانه وتعالى يأجرني بسبب كل ما أقولها وحد يعني يكون ليه نصيف وسهم في صك النخيل فتخيالي بقى اللي زرع بنفسه الفرحة اللي عنده عاوزين إلها لكل الناس وأسأل الله سبحانه وتعالى ألا يضيع هذا الجهد السوداء يا رب العالمين والله سبحانه وتعالى كريم لما لو حضرتك يعني أكرمت المكان بزيارة هناك هتشوفي جو من الراحة والسكينة والطمأنينة جو عبادة حقيقي لإني يعني أكرر هذا الكلام في كل مرة كل فسيلة مغروسة ومزروعة هي مزروعة بنية طيبة وبنية صارحة الله سبحانه وتعالى هو المطلع عليها لذلك هذه الفسيل تنمو بشكل سريع جدا لأنها مش بتسقى بإيه مش بتسقى بمية عادية دي بتسقى بدعوة بتسقى بنية طيبة ونية صالحة بتسقى بستة بتعود تجمع القرش على القرش عشان خاطر تزرع الفسيلة دي بتروى بالنواية الطيبة والنواية الحسنة وبرعاية الله سبحانه وتعالى والحقيقة إنه في مشروع وقف النخيل كمان مش بس إحنا بنخدم على المشاريع الأخرى أو الحملات الأخرى لمساعدة المحتاجين لكن كمان في فرص عمل بتكون في نفس المكان مع إنتاج التمور ومصانع للتمور وإيادي بتشتغل وحياة بتتعمر وإحنا عملنا هناك كمان استزراع سمكي كمان الأحواط دي عملنا فيها استزراع سمكي كمان يعني إحنا بننتفع بكل حاج وكفاية موضوع إنك إنت أصلا العمل اللي إنت بتساهم فيه هو أصل ما طلبه الله سبحانه وتعالى منك ربنا لما قاليه هو أنشئكم من الأرض واستعمركم فيها لطلب منكم عمارتها فدي من أكبر أنواع عمارة الأرض ومن أهم أنواع عمارة الأرض إنك إنت تستصلحها وإنك إنت تتعمر الأرض بما ينفع الناس نعم ونفع الناس هو اللي بيخلينا سبتين على الطاع لما نشوف غيرنا منتفع وفرحان ومبسوط وحاجات ولبية ده بيخلينا نستمر أكتر على الطاعات والصدقات وأهل الخير شايفينا النهاردة أكيد حسوا برسالة وفهموها أنه الدوام والثبات للصادقين ولعمل الخير بإذن الله شكرا لك فضلت شيخ حافظ عبد الحليم نورتنا شكرا لك ده نور حضرتك أفضل شكرا لكل مشاهدين اللي تابعونا النهاردة وربنا يرزقنا الثبات على الطاع السلام عليكم